بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشخاص المتسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم جمعة التمام كلها الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع أعزائي الطلاب الطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مقرر نظرية التنظيم وسنكمل فيها بمشيئة الله تعالى الثقافة التنظيمية طبعا في المحاضرة الثابقة انتهينا من التنظيمات الافتراضية ودخلنا في الثقافة التنظيمية واتكلمنا بالتفصيل على التنظيمات الافتراضية وقلنا التنظيمات الافتراضية دي تنظيمات ليس لها مكان على الأرض بتكون أكثر مرونة من التنظيمات الرسمية وقلنا أمثلة لحضراتكم زي ما قلنا العلاقة بينه وبين حضراتكم احنا التنظيم لنا اهداف معينة بنسعى الى تحقيقها فحضراتكم بتسعى الى تحقيق او الى اكتياز مقارن نظرية التنظيم وبالتالي احنا تجمعنا في الوقت الحال هو تجمع بيهدف الى اهداف وبالتالي احنا تنظيم ولكننا نسمى تنظيم افتراضي ليس لنا مكان سابت كل واحد فينا مش عارف التاني موجود فين وبالاضافة ان في مرونة لحضراتكم اللي انتم تختاروا الوقت المناسب لحضراتكم ممكن تشاهدوا في المحاضرة بالاضافة اللي انا باختار الوقت المناسب بالنسبة لي اللي انا اشرح فيه لحضراتكم المحاضرة فهي تنظيمات بتكون قائمة على المرونة الشديدة في العمل سواء كانت مرونة في اختيار التوقيت او خلافه وبعد كده اتكلمنا عن الثقافة التنظيمية دخلنا في قضية الثقافة التنظيمية واتكلمنا في الثقافة التنظيمية الثقافة التنظيمية بعد انا في مفهوم الثقافة وقلنا مفهوم الثقافة هي معتقدات وأفكار وأراها وأعراف وتقاليد ولغة ولهجة ممكن تميز شخص عن باقي الأشخاص أو تميز منطقة معينة عن باقي المناطق أو مجتمع كامل عن باقي المجتمعات وتكلمنا في هذه الجزئية باقي التفصيل وقلنا أن الثقافة فيها جزء معناوي وجزء مادي جزء معناوي اللي هو جزء غير ملموس اللي هو عداد تقاليد أفكار أراء دو كلها بنسميها الجزء المعناوي الخاص باقي الثقافة لما بنتكلم على الثقافة أو الجزء المادة المتعلق باقي الثقافة بنتكلم عن الزي المواصلات طريقة المعمار الأدوات والآلات اللي بتستخدم داخل مجتمع ولم تستخدم في مجتمع آخر دو ما يسمى باقي الجزء المادي المتعلق باقي الثقافة فالثقافة عبارة عن معلومات ومعتقدات وأخلاق وأعراف والتقاليد ولهجة ولغة والقدرات والخصائص الأخرى التي يستطيع الإنسان أن يكتسبها بوصف عضوا في المجتمع وقلنا أن حضراتكم الثقافة لا تولد مع الإنسان فالثقافة ليست فطرية لا تولد مع الإنسان ولكن الثقافة تكتسب من خلال التفاعل مع الآخرين شخص أنشئ في البيئة السعودية فأكيد بيتسب الثقافة السعودية وشخص في مجتمع آخر بيتسب ثقافة هذا المجتمع تكلمنا عن عناصر الثقافة وقلنا اللي احنا زي ما قلنا لحضراتكم اللي هو الجزء المادي اللي هو الأفكار والمعارف والتقاليد واللغة واللهجة أما العناصر المادية زي الألات والمعدات والطرق والمواصلات طبعا تكلمنا عن هذه الجزئية بالتفصيل وقلنا لحضراتكم مثلا الزي الخليجي هذا الزي يعد من الثقافة الخليجية مش موجودة في مكان آخر وبالتالي هذا يعد جزء أصيل من الثقافة خصائص الثقافة قلنا لحضراتكم اللي هي نظام مركب لها جزء مادئ وجزء معناوي الثقافة بتتطور أو الثقافة نظام متصل ونظام مستمر اللي احنا قلنا لحضراتكم أن الثقافة بتطوارس عبر الأجيال أن كل جيل بيحاول اللي هو بيرس الثقافة من أبائه ومن أجداده ومش معنى اللي هي بيتم توريسها معنى كده اللي هي غير متطورة ولكن الثقافة نظام متطور يعني بيتم وراسة الثقافة ولكن بها الإضافة اللي هو ممكن يتم تطورها وبيتم إجراء بعد التعدلات في هذه الثقافة وقلنا لحضراتكم أن الثقافة غالبا يعني ممكن تكون صعبة شوية في العادات والتقاليد والأفكار تغيرها أو تطورها بيكون صعبة شوية ولكن الثقافة من حيث الجزء المادي أمر سهل جدا اللي هو التغير مع التغيرات الحياتية كلهم اللي احنا بنعيشها فإحنا أبائنا أو أجدادنا من 200 سنة كانوا مثلا بيسكنوا في بيوت لها شكل محدد هل البيوت النهاردة ما تطورتش لقد تطورت والتطور النهاردة ويعد من الثقافة اللي موجودة وإذا ما حضركم شايفين المعمار بيختلف من دولة إلى دولة ففي المملكة العربية السعودية من 200 سنة هل الناس كانت بتسكن في بيوت زي اللي احنا بنكون فيها النهاردة طبعا فيه اختلافات هل كانوا بيركبوا مواصلات أو مواصلات محددة زي اللي احنا بنستخدمها النهاردة كان الأول بيستخدموا الحصان الجمال النهاردة بنستخدم السيارات بنستخدم الطائرات دي كلها أجزاء مادية من الثقافة إنما الثقافة العادات والتقاليد والأفكار أيضا بتتغير ولكن ممكن تغيرها بيحتاج وقت أطول شوي الثقافة قلنا لحضراتكم أن الثقافة ليست فطرية ولا تولد مع الإنسان ولكن الثقافة بشكل عام هي مكتسبة يتم اكتسابها من خلال التفاعل مع الآخرين فالإنسان حسب نشأته هو أنشئ في أي بيئة من خلال تفاعله مع البشر أو الأفراد اللي موجودين في هذه البيئة بيتم اكتساب الثقافة اللي موجودة في هذه البيئة الثقافة عملية تراكمية فالثقافة عند الإنسان الإنسان لا يكتسب الثقافة مرة واحدة ولكن بيكتسب ثقافته كاملة من خلال مراحل الحياتية المختلفة النوتة اللي بعد كده المرونة أن الثقافة ممكن تتعدل ممكن يحصل في التغيير زي ما احنا قلنا لحضراتكم من شوي بعد كده اتكلمنا عن الثقافة التنظيمية ولما بنتكلم عن ثقافة تنظيمية هي نفس مفهوم الثقافة بشكل عام ولكنها ثقافة خاصة بمنظمة محددة بنقول ثقافة تنظيمية قيم ومعتقدات وأفكار وأراء وأنماط سلوب بتشكل هوية للمنظمة أي منظمة بتسعى لها تكون لها هوية محددة بتختلف عن باقي الهويات الموجودة في المنظمات الأخرى زي ما حضراتكم عارفين ودرستوا فيها الإدارة الاستراتيجية قبل كده في المستوى الخامس واتكلمتوا عن ودرستوا رسالة المنظمة وقيم المنظمة ورؤية المنظمة ده يتكون لها أشياء كل المنظمة بتحاول وبترغب اللي هي بتكون لها هوية بتميزها عن المنظمات الأخرى هذي الهوية تعد ثقافة تنظيمية فما احنا عارفين يا جماعة المنظمة لها جزء من الثقاف فيها جزء عام وجزء خاص الجزء العام وهو جزء منطقي من البيئة العامة المحيطة بالمنظمة وليكن منظمة موجودة داخل المملكة العربية السعودية فهو جزء من الثقاف الثقافة العامة وهي الثقافة التي تحكم المملكة العربية السعودية بالكامل لها العادات والتقاليد والأفكار والزي كل هذه الأمور تعد ثقافة عامة ولكن المنظمة نفسها ممكن يكون عندها ثقافة تميزها عن ثقافة المنظمات المجاورة داخل المملكة العربية السعودية لها بتحدد أنماط سلوك الأفراد بشكل يحدد هوية معينة للتنظيم ودوة الكلام اللي احنا هناخده النهاردة ان شاء الله وهندرسه مع بعض لو فيه عندنا تنظيمات بيروقراطية فيه تنظيمات إبداعية فيه ثقافة مساندة فيه ثقافة الدور فيه عندي أنواع من الثقافات الأنواع المتعددة اللي ممكن تميز منظمة عن منظمة أخرى فيه منظمة بتتمثل بمساندة الموظفين وفيه ثقافة أخرى أو منظمة أخرى لا تهتم بمساندة الموظفين ده وتعد ثقافة ودية تعد ثقافة فأي منظمة بتسعى إلى تكوين هوية تميزها عن باقي المنظمات هذه الهوية بتحدد القيم والعادات والأفكار اللي المفترض يهتم بها العاملين داخل المنظمة وكما تكلمنا فيه الجزئية دية اللي هي المزايا التي تعود على المنظمة نتيجة الثقافة التنظيمية أو أهمية الثقافة التنظيمية بالنسبة للمنظمة أهمية الثقافة التنظيمية أي منظمة بكل هوية محددة هذه الهوية لما تكون مفهومة لدى كل الموظفين داخل المنظمة دي شيء مهم جدا يعني مثلا إحنا لما نكون ثقافة بيلوقراطية والكل بيعلم ذلك جيدا أن أهم شيء عندنا هو التزام القانون اللي هو عدم إعطاء حرية للعاملين في اتخاذ أي قرار معين عندما يكون كل العاملين اللي موجودين داخل المنظمة فاهمين هذه الثقافة جيدا وعارفين إيه هي الهوية الخاصة بهذا التنظيم أكيد دوت بيساعد المنظمة في أشياء كتير جدا اللي هو فهم العاملين لهذه الثقافة إحنا بنحاول ننشر ثقافة خاصة بالمنظمة إن كل المنظفين بيؤمنوا بها وفاهمينها جيدا وبالتالي دوت بيحدد كويس جدا للعاملين إيه اللي ممكن يعمله وإيه اللي ممكن ما يعملوش داخل هذه المنظمة فاهمين الثقافة التنظيمية اللي هي بتحقق الاستقرار التنظيمي بشكل كامل إن كل واحد داخل المنظمة عارف دوره كويس جدا عارف إيه حدود عمله إيه بالنسبة الحرية اللي ممكن يعمل فيها اللي هو المنظمة وفرت له هذه الحرية نقطة تانية اللي هو بيحدد درجة المبادرة الفردية هل المنظمة فعلا بتتبع ثقافة قائمة على المبادرة داخل المنظمة وإن الموظفين يشاركوا فيه اتخاذ القرارات وإن إحنا مستخدمين سياسة الباب المفتوح داخل المنظمة ولا فعلا الثقافة اللي موجودة داخل المنظمة لا تشجع على المبادرة لا تعطي الفرصة للموظفين داخل المنظمة على تقديم مقترحات لحل المشكلات اللي بيقابلوه فدية ثقافة فالثقافة بتحدد درجة المبادرة في حضرتك لما تكون شغال في منظمة معينة هذه المنظمة عندما تفهم هل المنظمة بتشجع فعلا على مبادرة العاملين ولا لا هل فعلا المنظمة بتستخدم سياسة الباب المفتوح والهم ممكن يسمعوا لأراء وأفكار كل الموظفين داخل المنظمة ولا ما عندهمش استعداد يسمعوا وبالتالي ديت بتحدد درجة المبادرة وبالتالي بتساعدك هذه الأمور في عمل النوت اللي بعد كده قلنا بتحدد مدى الرقابة زي ما احنا عارفين هي الرقابة اللي هي عملية المتابعة عملية المراجعة عملية الرقابة ممكن تكون رقابة صارمة على الموظفين داخل المنظمة للرقابة الشديدة والرقابة الشديدة أو الرقابة الصارمة غالبا بيتم استخدامها لما يكون الثقة في العاملين اللي موجودين داخل المنظمة ثقة ضعيف ما فيش عندنا ثقة عالية في كفاءاتهم وفي خبراتهم وفي ضميرهم داخل المنظمة وما ده اهتمامهم بالعمل وبالتالي ممكن تكون الرقابة شديدة وصارمة شوية إنما ممكن تكون فيه رقابة أخف درجة الرقابة خفيفة يعني إيه درجة الرقابة خفيفة؟ مش معنى اللي أنا بقول درجة رقابة خفيفة إلا أنا ببدي الفرصة للموظفين أنه كل الموظف يعمل اللي هو عايزه ولا معنى كده اللي هو هل المنظمة بتعطي قدر من الحرية للعاملين في أداء وظائفهم ولا لا ولا بتلزمهم بخطوات وإجراءات محددة اللي هم يعملوها ولو حد خالف هذه الإجراءات يعاكب ولا لا يعني فيه منظمة ممكن تبقى ماشية اللي هي قائمة على وضوح كل الأعمال الخاصة بالموظفين ما فيش أي حرية الموظف داخل المنظمة ما عليه إلا التنفيذ فقط قدامه خطوات واحد اثنين ثلاثة أربعة وبالتالي الموظف لو خالف أي خطوة من هذه الخطوات يتم عقابه فديت بنسميها الرقابة الصارمة الرقابة الشديدة فيه رقابة تانية رقابة عادية اللي هي عملية المتابعة اللي هي عملية بمنع بس وقوعهم في الأخطاء وفي حالة وجود خطأ بيتم إرشاد الموظفين داخل المنظمة لعدم إعادة هذا الخطأ مرة أخرى دي طبعا هذا النوع من الرقابة ممكن يتم فيه الأعمال الغير روتينية أو الأعمال اللي بتعتمد شوية إن إحنا ندي حرية أكتر للموظف مش كل حاجة محددة بالتفصيل قدام الموظف ولكن بندوله قدري من الحرية فيه أداء عمله طبعا هذه الحرية تعتبر إن الرقابة أضعف شوية فتحدد مدى الرقابة اللي موجودة داخل المنظمة هل هي رقابة شديدة جدا؟ هل هي رقابة متوسطة؟ هل هي رقابة عادية أو رقابة ذاتية؟ اللي هي زي ما احنا تكلمنا قبل كده يا جماعة فيه نظرية زد ونظرية جي ونظرية إيه اللي هي نظرية اليابانية فيها الإدارة فالنظرية الثقافة اليابانية فيها الإدارة هي قائمة على إيه؟ الرقابة الذاتية ثقافة يابانية قائمة على الرقابة الذاتية لأنهم عارفين كويس جدا إن كل موظف داخل المنظمة مهتم جدا بعمله إن كل موظف داخل المنظمة دائما ما يهتم بإنتاجه ودائما بيحصن علاقاته مع الآخرين وعارفين كويس جدا ان المنظمة بالنسبة للموظف يعامل شيء في حياته او بيته التاني فهم بيعتمدوا على موضوع الرقابة الذاتية دي الثقافة ايه؟ الثقافة اليابانية عندهم ثقة في الموظف بشكل كبير جدا انما الثقافة الامريكية مخالفة لذلك جدا مخالفة ازاي للرقابة الصريمة على الموظف لانه ما عندهمش ثقة عالية في الموظف بدليل لما كنا بقولنا لحضراتكم في هذه الجزئية ان الموظف ممكن يترك المنظمة في اي وقت وينهي تعاقده وبيروح اي منظمة اخرى لو جاله اي عرض افضل بيسيب المنظمة وبيروح المنظمة الاخرى وبالتالي هذا الموظف ما عندهش انتماء عالي للمنظمة بطبعه فطبعا لما يكون الموظف ما عندهش انتماء عالي المنظمة في هذه الحالة لابد ان تكون الرقابة صارمة كما هو متابع في النظام الامريكي او في الثقافة الامريكية بشكل عام تحديد طبيعة الاتصالات هل الاتصالات الموجودة داخل منظمة اتصالات معتمدة على النظام الافكي والنظام الرأسي نظام رأسي يعني من فوق لتحت يعني قائمة على إصدار الأوامر والتعليمات إصدار الأوامر والتعليمات أن المدير يصدر أوامر وتعليمات وكل الموظفين الموجودين داخل منظمة ما عليهم إلا التنفيذ جيد بنسمى إيه؟ دية اللي احنا بنتكلم عليها وبنقول اللي هو دوات اتصال افكي ولا هل الاتصال داخل منظمة آسف الاتصال للصابق اسمه اتصال رأسي ولا هل الاتصال المتبع داخل منظمة هو اتصال افكي افكي ازاي؟ مش معنى الاتصال افكي معنى كده أن كل الموظفين في نفس الدرجة الوظفية لا ممكن طبعا أي منظمة فيها إدارة عليا وإدارة وسطة وإدارة دوني ولكن يتم الاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة وبين الأفراد اللي موجودين داخل منظمة بشكل فيه تبادل المعلومات بشكل فيه مشاركة فيه اتخاذ القرارات لا يتم استخدام السلطة في عملية الاتصال ولكن الاتصالات قائمة على تبادل المعلومات المشاركة فيه اتخاذ القرارات النقطة اللي بعد كده اللي هو تحديد درجة قبول المخاطرة تحديد درجة قبول المخاطرة طبعا فيه منظمات بادل بشكل عالي جدا وعندها مغمرة بشكل عالي جدا وفيه منظمات عندها درجة مخاطرة منخفضة وفيه منظمات أخرى عندها تحفز عالي جدا فيه اتخاذ أي خطوة لأنها عندها درجة مخاطرة ضعيفة أو تكاد تكون معدومة ما عندهاش مخاطرة دي الثقافة طبعا حضرتك لما تكون بتشتغل فيه منظمة وفاهم مدى أو درجة المخاطرة اللي موجودة داخل المنظمة دي بتساعدك على اتخاذ قراراتك زي ما احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا لحضرتك لو انت بتشتغل فيه منظمة مدير لأي إدارة داخل المنظمة وعارف ان المنظمة كويس جدا عندها درجة مخاطرة منخفضة للغاية عندها تحفز للغاية انت كمدير عارف ان المنظمة وثقافة هذه المنظمة ما بتحبش تخاطر هل انت حضرتك كمدير داخل هذه المنظمة ممكن تروح تجيب تتخذ قرار بنفسك كده ان انت تتخدم تكنولوجيا عالية بأسعار مرتفعة جدا وما انتش عارف النتيجة من وراها إيه لا طبعا لانت حضرتك ممكن تجيب هذه التكنولوجيا وتدخلها الإدارة بتاعتك وممكن تكون تكلفة باهزة وبعد كده ممكن ما تجيب النتيجة اللي حضرتك محتاجة وبالتالي ديهاك مخاطرة هذه المخاطرة لابد أن يشارك فيها إدارة المنظمة أو الإدارة العليا للمنظمة فما قدرش اتخاذ هذا القرار بنفسي إنما لما تكون منظمة قائمة على المغامرة قائمة على اتخاذ قرارات فيها مغامرة بشكل كبير لا دوت بساعدني في اتخاذ قرارات معانا داخل المنظمة لا بتحدد درجة كبول المخاطر ففهم حضرتك لدرجة المخاطر اللي ممكن تتقبلها المنظمة ده بساعدك في اتخاذ القرارات تحديد مجالات الاهتمام المشترك اللي هو الاهتمام ما بين العاملين وبين الإدارة تحديد معايير الاستقطاب والاختيار والترقية وإحنا قلنا الكلام ده المرة اللي فات عشان ما نعيدش فيه كتير توفير معايير لما يجب أن يقوله أو يفعله العاملين داخل المنظمة يعمل إيه وما يعملش إيه تعزيز الأدوار القيادية والإرشادية المرغوبة دي كلها أهميات خاصة بالثقافة التنظمية عندما نتحدث عن هذه الأهميات طبعا ديت على سبيل المثال ولكن الثقافة التنظمية تحدد كل شيء أو كل ما يجرى داخل المنظمة بالكامل هنتكلم طبعا إحنا أخذنا هذه الجزئية وتوقفنا عندها هذه الجزئية في المحاضرة السابقة هنتكلم بعد كده عن خصائص الثقافة التنظمية إحنا طبعا إحنا قلنا الثقافة التنظمية تعتبر هي فيها جزء عام وجزء خاص لما بنتكلم عن جزء عام اللي هو الثقافة اللي بيتم اكتسبها من المجتمع المحيط وفيها عندنا ثقافة خاصة بالتنظيم نفسه التي هي هوية المنظمة نفسها فمثلا جامعة الدمام جامعة الدمام هي جزء من المملكة العربية السعودية جزء من المملكة العربية السعودية وبالتالي ما يحكم جامعة الدمام هو الثقافة السعودية بشكل عام فيما يتعلق بالعادات والتقاليد والأفكار وكل شيء هو ما يحكم جامعة الدمام ولكن جامعة الدمام كمنظمة لها ثقافة خاصة هذه الثقافة تميزها عن باقي جامعاته الأخرى أو باقي منظماته الأخرى وهذا ما يسمى الثقافة التنظيمية وهوية التي تميز المنظمة عن غيرها من المنظمات طبعا عندما يتكلم عن خصائص تنظيمية أو خصائص الثقافة التنظيمية قلت لحضراتكم هي خصائص أو تنظيمات سلوكية معقدة نفس الكلام اللي هو اللي فات كان بيقول نظام مركب لها فيه جانب مادي وجانب ايه؟ جانب معناوي جانب معناوي اللي هو العادات التقاليد الأفكار القيم اللي بيؤمن بها الموظفين أو اللي بتؤمن بها المنظمة اهتمامها بأي شيء مدى الاهتمامات الخاصة بالموظفين ومدى اهتمامات الإدارة ده كلها ايه؟ جزء معناوي بالثقافة التنظيمية وفيه عند جانب مادي اللي هو مثلا شكل المبنى الخاص بالمنظمة اللون اللي موجود داخل المنظمة التشطيب أو الغرف اللي موجودة داخل المنظمة الآلات المستخدمة داخل المنظمة دوت جانب مادي فديت بنقول عليه ايه؟ ثقافة ثقافة ايه يا جماعة؟ ثقافة جانب مادي هقول لحضراتكم سيء ماجدونالدز و كينتاكي و المركات العالمية كلها الخاصة بالاطعمة لو شفت حضراتكم ماجدونالدز و كينتاكي ديت منظمات ايه؟ منظمات عالمية موجود لها مطاعم و فروع كتير جدا في كل دول العالم في معظم دول العالم طبعا ديت لها فروع موجودة داخل المملكة العربية السعودية كينتاكي مثلا ليه ثقافة؟ ليه ثقافة؟ تنظيمية خاصة بيه ثقافة تنظيمية خاصة بيه ممكن حضرتك و انت بتدخل المطعم لثقافة في الهوية الخاصة بكينتاكي الهوية اللي هو شكل مثلا الشعار اللي هو الخاص بيه أو البراند الخاص بيه كينتاكي دوت شكل معين بتميزه عندك المنظمات اللون المستخدم في تشطيب المباني المبنى الخارجي الخاص بيه المطعم هو لون واحد في كل دول العالم الألوان المستخدمة داخل المطعم و خارجه و نظام الإضاءة ده هو الثقافة خاصة بيه كينتاكي النظام تقديم الأطعمة و النكهة الخاصة بيه الأطعمة ديت أيضا ثقافة ده بنقدر نقول عليه إيه؟ الجزء المادة الخاص بالثقافة الجزء المادة الخاصة بيه الثقافة زي إيه؟ زي قلت لحضراتكم شكل المبنى الألوان المستخدمة في المبنى، الترابيزة اللي حضرتك حتى الطاولة اللي حضرتك بتبقى مكيم عليها و انت بتأكل الواجبة نظام تقديم الخدمات، نظام اللبس الخاصة بيه الموظفين اللي موجودين فيه المطعم، ديت كله بنسميه إيه؟ ثقافة، ولكنها ثقافة مادية خاصة بمين؟ خاصة بكينتاكي بحيث أن يتميزه عند باقي المطعم، إنما الجزء بقى المعناوي، الجزء اللي مادة خاصة بيه الجزء المعناوي، اللي هو مثلا مدى اهتمام كينتاكي بالجودة المقدمة، مدى اهتمامه بالتكلفة، هل هو فعلا بيخفض التكلفة ولا بيزودها، وهكذا طبعا لو احنا شفنا سلسلة مطعم كينتاكي أو ماجدونالدس أو كل هذه المطعم، لها جزء عام وجزء خاص، الجزء الخاص بكينتاكي لا يتغير، موجود في كل معظم دول العالم يمكن بيقدم نفس الشكل ونفس الأطباء ونفس الوجبات ونفس كل شيء في المجمل يعني في المعظم باختلافات بسيطة ولكن الجزء العام اللي هو الخاص بالثقافة، لابد أن يلتزم بثقافة الدولة اللي هو موجود فيها يعني سلسلة مطعم كينتاكي وماجدونالدس مثلا، اللي موجودين داخل المملكة العربية السعودية لا، هو فيه ثقافة خاصة ببيئة المنظمة وفيه ثقافة أخرى ملتزمة اللي هو خاصة بثقافة المجتمع بيئة الكاملة، الثقافة السعودية عندنا في مصر، فيه عندنا، اللي هو الثقافة الخاصة بكينتاكي بيئة إضافة إلى الثقافة العامة المصرية، موجودة في أمريكا، فيه ثقافة خاصة بكينتاكي بيئة إضافة إلى الثقافة العامة الأمريكية فأي منظمة له جزء المنظف الثقافة ثقافة خاصة بيها وثقافة خاصة المجتمع المحيط بيها المنظمة فديها من خصائص الثقافة التنظيمية فنقول لها جزء خاص بيها المنظمة وجزء عام بالإضافة أنها تشمل جزء مادى وجزء معناق الثقافة التنظيمية هل هي مكتسبة ولا فطرية ثقافة تنظيمية برضو نفس الشيء لها خاصة الثقافة مكتسبة مكتسبة يعني ايه بيتم اكتسبها من خلال تفعلك مع زملائك داخل المنظمة مع زملائك ورؤسائك حضرتك انت ميت لي منظمة معينة بتكتسب الثقافة الخاصة بهذه المنظمة بتكتسبها منين بتكتسبها من رؤسائك بتكتسبها آآ من زملائك داخل العمل والتعامل معهم بشكل مستمر بيخليك تكتسب الثقافة الخاصة بهذه المنظمة الثقافة هل هي متطورة ولا غير متطورة الثقافة التنظيمية مش معنى لانا ليه هوية محددة هازي الهوية مغيرهاش لا انا ممكن اغيره ممكن اطوره يعني انا ممكن استعمل ثقافة بيروكراطية روتينية شديدة جدا مع كل المنظفين اللي موجودين داخل المنظمة وديه ثقافتنا اللي موجودة داخل المنظمة فبعض الاحيان ممكن الاء ان هذه الثقافة لا تأتي بثمار ايجابي لا تحقق نتائج إيجابية داخل المنظمة فأنا ممكن أغير ثقافة وخليها ثقافة إبداعية قائمة على الإبداع قائمة على المشاركة قائمة على الحرية أفضل للعملين داخل المنظمة بحيث تزيد إنتاجية فالثقافة ممكن أطورها الثقافة بتتسم بيئة المرونة لأنها ممكن أعدل فيها التعديلات الثقافة متصلة لها بتطوارس عبر الأجيال حضركم شوفوا المنظمات الكبيرة ممكن بعلها 100 سنة بتتبع نفس الثقافة مع بعض التعديلات ولكن الثقافة الأصلية ثابت منظمة كبيرة بقالها 100 سنة الإدارة اللي كانت بتدير مثلا من 50 و60 مشاي اللي موجودة النهاردة ولكن الإدارات الجديدة بتطورت ثقافة المنظمة من الإدارات السابقة فالثقافة متصلة اللي الثقافة هي المتعب اللي بتعبر عن شخصية وهوية المنظمة إذا قلت لحضركم سلسلة مطاعم كيلتاكي الكلام ده كله هي لها هوية كل مطعم من هذه المطعم لهوية بيحاول أن هي تميزها عن باقي المنظمات سواء فيه نكة الطعام سواء في كيفية تطديم الوجابات سواء فيه البراند الخاص بالمنظمة الكامل اللي هو الشعار بتاعها علشان تميزها عن المنظمات الأخرى سواء كان في التكلفة في أي شيء هذه اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي من خصائص ثقافة التنظيمية التعبير عن شخصية وهوية المنظمة اللي بتتكلمنا عن خصائص ثقافة التنظيمية يعتبر نفسها هي نفسها خصائص ثقافة العامة اللي هي تنظيمات مركبة أو تنظيمات سلوكية معقدة مقتسبة متطورة مرنة متصلة بتعبر عن شخصية وهوية المنظمة النوت اللي بعد كده من خصائص الثقافة التنظيمية لا يتكلم عن خصائص الثقافة التنظيمية خصائص الثقافة التنظيمية اللي هي بتتأثر بثقافة المدرين أيضا ما بنتكلم برضو في خصائص ثقافة التنظيمية بيقول ايه اللي هي مكتسبة ومتطورة ومرنة من ضمن الخصائص ايضا اللي هي بتتأثر بثقافة المديرين طبعا هذه الثقافة الخاصة بالمديرين قد تختلف من شخص لشخص اخر حضرتك بتعمل في منظمة معينة بتعمل في منظمة معينة هذه المنظمة لها ثقافة معينة في نظام العمل لها هوية معينة في نظام العمل وجه مدير جديد هذا المدير هذا المدير ممكن يحاول ان يغير الثقافة العامة الخاصة بالمنظمة ومش لازم يغير التغيير شامل ممكن يحصل او يقوم ببعض التعديلات وبالتالي ايه هل هذا المدير قادر اللي هو يأثر على باقي المنظمة طبعا من وضعه ومن سلطته ومن كارزوه الوظيفة ممكن يكون ببعض التعديلات الخاصة بثقافة المنظمة وبالتالي بنقول التأثر بثقافة المديرين زي ايه ممكن تكون منظمة معينة هذه المنظمة من حويتها والقيم اللي بتؤمن بها اللي هي تقديم افضل جودة للعملاء بغض النظر عن التكلفة ثقافة يقولك اهم حاجة احنا بنقدم جودة وكل اعمالنا مركزة على الجودة الفنية اللي احنا نحقق كل احتياجات ورغبات العملاء ونحقق لهم جودة فنية ومتانة عالية جدا خاصة بالمنتج بتاعنا بشكل يميزنا عن كل المنتجات اللي في السوق ثقافة فجيه مدير جديد قال والله احنا الحالة العامة للمجتمع مثلا المستوى الاقتصادي تدنى الناس دخلها اقل وبالتالي احنا لازم نتطور شوية في الثقافة بتاعتنا نتطور ازاي مش معنا نطور اللي احنا نهدم الجودة ولكن اللي احنا ممكن نخفض شوية بمستوى الجودة اللي عندنا بحيث اللي احنا نتمكن اللي احنا نخفض التكلفة وبالتالي اللي احنا نقدر نعمل ايه نبيع المنتج بتاعنا بسعر منخفض يتلاءم مع ظروف الاقتصادية الجديدة مش المدير ممكن يعمل كده المدير ممكن يعمل كده وبالتالي ومش غير الثقافة كليتا هو حاول يعمل بعض التعدلات اللي فيها عند الموظفين وعند الإدارة وعند المنظمة بالكامل له حاول يعدل فيه مستوى الجودة وهي مثلا ويعادل فيه التكلفة اللي موجودة اللي من خصص الثقافة التنظيمية اصلا طبعا هي اقل شمولة من الثقافة القومية الثقافة القومية خاصة بمجتمع كبير جدا وبالتالي قدرته صعبة إنما الثقافة التنظيمية خاصة بمجتمع كلمت بعد كده عن أنواع الثقافة التنظيمية طبعا بالنسبة يا جماعة للثقافة التنظيمية هناك العديد من الثقافات التنظيمية التي تميز المنظمات عن بعضها فعندنا الثقافة البيروقراطية فيه عندنا الثقافة الإبداعية فيه عندنا الثقافة المثاندة فيه عندنا الثقافة الدور فيه ثقافة المهمة فيه ثقافة العمليات هناك العديد من أنواع الثقافة التنظيمية التي ممكن أن تميز منظمة عن غيرها من المنظمة المنظمات هنركز هنا على ست انواع فقط من هذه الانواع هنتكلم عن الثقافة البيروكراطية طبعا حضراتكم اتكلمنا قبل كده عن قضية البيروكراطية اتكلمنا عنها بشكل مختصر جدا في المحاضرة قبل السابقة وهي المتعلقة بالتنظيمات البيروكراطية واتكلمنا عنها بشكل مفصل في الفصل الثاني الى الخاصة بنظرية البيروكراطية الخاصة بماكس ويبر طبعا بيروكراطية عندما اتحدث عن بيروكراطية بتحدث عن تخصص دقيق للعمل بتحدث عن قوانين ولوائح وضوابت تحكم العمل بشكل عالي جدا واحنا كنا بنتكلم لحضراتكم في المحاضرة السابقة وكنا بنتكلم عن المزايا والعيوب الخاصة بيئة البروكراطية وكنا بنقول هناك العديد من الامراض المتعلقة بالبيروكراطية فطبعا لما تكون الثقافة البيروكراطية في مثل هذه الثقافة بتتحدث المسئوليات والسلطات فبيكون العمل منظم والموحدات يتم بينها تنصيق شديد جدا وهناك تسلسل وهرمية في السلطة واضح داخل المنظمة وبتهتم بالتحكم والالتزام داخل المنظمة هي دية البروكراطية بيروكراطية اللي هو الالتزام الصارب بالقواعد والتعليمات واللوائح داخل المنظمة هناك كل شخص عارف دوره كويس جدا داخل المنظمة هناك تسلسل هرمي داخل المنظمة او تسلسل رئاسي هناك ادارات مختلفة كل الواحد عارف ايه سلطته الوظيفية داخل المنظمة دي الثقافة البيروكراطية يعني ايه شوية بتكون فيها الرقابة صارمة ايه شوية بتكون ما يكونش فيها ابداع ما فيش حرية لالعملين داخل المنظمة وبالتالي مش من حق اي موظف داخل المنظمة يتخذ اي قرار معين بدون الرجوع الى رئيسه المباشر لان ما فيش هناك ما يسمى بيئة الحرية داخل العمل نهائيا فدي الثقافة البيروكراطية حضرتك لو بتعمل في منظمة تتسم بازياء الثقافة اكيد تلتسم به الهوية بتاعتنا الخاصة بيئة المنظمة اهم حاجة عندها التحكم والالتزام كل واحد عارف دوره كويس جدا ليس هناك حرية يتم منحها لالعملين ليس هناك حرية في اتخاذ القرارات التي يتم اتخاذها عند اتخاذ اي قرار لابد من الربوع الى الرئيس المباشر لاتخاذ القرار الصحيح وبالتالي دي ثقافة ايه ثقافة بيروكراطية في عند الثقافة الابداعية وهي عكس الثقافة الابداعية اللي هي في عندي اللي هي بنوفر ثقافة او بنوفر بيئة داخل المنظمة تشجع على الابداع تشجع على الابداع وبتشجع على على كبول المخاطر وتحمل المخاطر العالية في اتخاذ القرارات طبعا هذه الثقافة بتكون فيها حرية اكبر للعاملين داخل المنظمة ما بيكون شفاء التحكم شديد جدا بالمركز الوظيفي بيكون هناك الاعتماد بشكل اكبر على الخبرة بيكون هناك تبادل معلومات وخبرات بشكل اعلى من المركز الوظيفي اي ان الاهتمام بيئة الخبرة في العمل اهم من الاهتمام بيئة المركز الوظيفي بيكون هناك انصات لكافة اراء العاملين داخل المنظمة بيكون هناك مشاركة لكافة العاملين داخل المنظمة في اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بيئة المنظمة لضمان الوصول الى القرار الناجح يبقى ديت بنقول عليها ثقافة ابداعية هناك حرية بتتاح لعاملين في اتخاذ بعض القرارات بدون الرجوع الى الرئيس المباشر لانه بيكون هناك ثقة عالية في الموظفين اللي موجودين داخل المنظمة فحضرتك لو بتكون بتعمل في منظمة بتشجع على الابداع بمخطرة بتاعتها مرتفعة شوية طبعا نظام العمل فيها بيختلف عن نظام العمل في المنظمة التي تتثم بيئة ثقافة البيروقراطية في عندنا ايضا الثقافة المساندة وثقافة العمليات لما بتكلم على ثقافة مساندة اللي هي الثقافة او بيئة العمل التي تشجع على الصداقة ما بين العاملين داخل المنظمة اللي هو فيها جو عمل قائم على الانتماء والصداقة والعلاقات الإيجابية سواء ما بين الزملاء وبعضهم او ما بين المرؤوسين ورؤسائهم يعني هنا بيكون فيه جو اكثر ثقة بيكون فيه جو اكثر ارتياحا بالنسبة للعاملين داخل المنظمة حضرتك العلاقة بينك وبين رئيسك قائمة على الود وقائمة على الصداقة والاحترام مش معنى كده إلا أنا لا أطيع رئيسي في أوامره ولكن هو ثقافة مساندة هي بتسعى إلى الاهتمام بيئة الأفراد داخل المنظمة تكوين علاقات إيجابية بين العاملين وبعضهم وتكوين علاقات إيجابية ما بين الرؤساء والمرؤوسين دوه اهتمام كمان بكافة الأهداف وكافة الرغبات الشخصية الخاصة بيئة الموظفين دي من سماها ثقافة مساندة لو حضرتكم متذكرين اللي هي المدرسة الإنسانية الخاصة بيئة الإدارة كأننا بنقول إيه أن الثقافة الإنسانية المتعلقة بيئة الإدارة اللي هي المدرسة الإنسانية اللي هو الاهتمام بيئة البشر الاهتمام بإحتياجاتهم الاهتمام برغباتهم هي دي الثقافة المساندة وطبعا الثقافة المساندة فيه منظمات كتير جدا بتتبع هذا الإسلوب مش معنى لابد أن يكون ثقافة مساندة أن يكون هناك صداقة ومساعدة ما بين العاملين فقط أو يكون هناك انتماء بين العاملين وبعضهم وبين الرؤساء وبعضهم بس ولكن كمان دوت المنظمة بالترجمة ذي الثقافة فعلا في شكل أفعال يعني مثلا تطبيم خدمات عالية جدا للموظفين وليكن خدمات طبية عالية ممكن الإدارة تساند الموظفين في المناسبات الشخصية بتاعتهم مثلا في حالة زواج معينة ممكن المنظمة تساند الموظف في زواجة ممكن المنظمة تساند الموظفين اللي موجودين في الأعياد وفي المناسبات لا مثلا تديهم مكافآت علشان الأعياد والمناسبات اللي بيمروا بيها دي كلها بيقول ايه عليها ايه ثقافة المساندة لما بيكون اي موظف داخل المنظمة بيمر بظروف سيئة المنظمة بتهتم بدراسة هذه الظروف والعمل على حل هذه المشاكل علشان الموظف يقدر يعمل اكتر ويدي اكتر للمنظمة دي ايضا ثقافة مساندة في عندي ثقافة العمليات وثقافة المهمة والاثنين عكس بعض ثقافة العمليات وثقافة المهمة طبعا يا جماعة احنا اخدنا قبل كده الكفاءة والفعالية واتكلمنا الفصل المتعلق بها الفعالية التنظيمية وكنا بنقول ايه الكفاءة بتهتم بالطريقة اما الفعالية بتهتم بالانجاز او بتهتم بالنتيجة هو نفس الفرق ما بين العمليات وثقافة المهمة ثقافة العمليات ان اهم الشيء في هذه الثقافة هي طريقة امجاز العمل وليس النتائج وده الثقافة بنشوفها كتير جدا وخاصة في المنظمات الحكومية المنظمات البيروقراطية هذه المنظمات تهتم جدا بهذه الثقافة ثقافة العمليات تهتمك جدا جدا بوقت دوام الموظف ان الموظف لابد ان يكون جاي في الوقت تمام ما فيش تأخير دقيقة واحدة وبوقت انتهاء الدوام ودوات مش عيب على فكرة مش معنى اللي انا بقول ان المنظمة بيروقراطية بتهتم بوقت دوام العاملين ان ده يعيب لا طبعا ده ميزة ميزة ان كل الموظفين يكون عندهم التزام ولكن بيهتموا بالشكليات اكتر من الجوهر بيهتموا بان الموظفين بيشتغلوا ان الموظفين بيتعبوا داخل المنظمة ولكنهم لا يهتموا بالنتائج ان المفترض اللي احنا نوصل اليها في بعض المنظمات تهتم جدا بتهتم جدا بازيئة الثقافة يعني في بعض المدرأة لو حضرتك بتشتغل فيه منظمة معينة اهم شيء عنده ان هو تلتزم في عملك ان هو تهتم بطريقة انجاز العمل تهتم بالقواعد وقت ضوابط وقت تعليمات الموجودة داخل المنظمة تهتم بكل شيء حضرتك بتكلف به مع انه في نهاية اليوم او في نهاية الشهر ما بيسألكش انت انجازت ايه ايه اللي انت انجازت خلال الشهر مع ان ده المفروض او ده الاهم يعني مش مشكلة او ده مش عيب ان انا اهتم من الموظفين ان الموظفين يلتزموا بالتعليمات او يلتزموا بوقت الدوام ده قضية ايجابية جدا ولكن في المقابل اللي المفترض المدير يهتم في النهاية ايضا هل تم الوصول الى الاهداف اللي احنا عايزين نوصل له او لا يعني ممكن تكون منظمة معينة حقا اه وضعها لنفسها هدف معين او طارجة معين في المبيعات وانا كمدير شايف ان الموظفين شعلة من النشاط والموظفين بيشتغلوا كويس جدا والموظفين ملتزمين بوقات الدوام وبيبذلوا مجهود جدا وبيلتزموا بالتعليمات كويس جدا وده شئ ايجابي ولكن في النهاية الموظفين محققوش الطارجة اللي احنا عايزين نوصله فيه منظمات بتعمل كده ممكن فيه منظمات بتعمل كده وخاصة المنظمات البيروكراطية اللي بتهتم بطريقة الانجاز ولا تهتم بالانجاز نفسه يعني ثقافة العمليات يكون الاهتمام محصورا في طريقة انجاز العمل وليس النتائج التي تتحقق فيمتشر الحزر والحيطة بين الافراد الذين يعملون على حماية انفسهم والفرض الناجح هو الذي يكون اكثر ضقة وتنظيما ويهتم بالتفاصيل الشديدة في عمله طبعا مش معنى ان دول ثقافة العمليات انها ثقافة سيئة ولكن المفترض اللي احنا نهتم بالعمليات ونهتم به المهم مش بنهتم بالعمليات على الحساب المهم يهمني او ان الموظفين يكونوا عندهم ضقة في الشغل يهمني او ان هم كل الموظفين يهتموا بالتفاصيل وكل كبيرة وصغيرة داخل المنظمة علشان ان تجيتهم تزيد ولكن في النهاية لابد دوت كله بالكامل ان يصب في تحقيق مصلحة المنظمة عن طريق تحقيق الاهداف اللي احنا عايزين نوصلها اصلا مش نهتم بالتفاصيل نهتم عايكون عندنا ضقة وهكذا وفي نفس الوقت ما نوصلش للنتيجة اللي احنا عايزينه الوصول للنتيجة قد يتطلب ابداع انا ممكن اكون ملتزم جدا في عملي ممكن اكون ببزل مجهود شاكي جدا في العمل ولكن ما بوصلش للنتيجة ما بوصلش للنتيجة ليه ممكن اكون ما بوصلش للنتيجة لان انا عندي مهاراتي وخبراتي قد تكون ضعيفة ممكن ما بوصلش للنتيجة ليه لان ممكن اكون قدرتي على الابداع مش عالية او ممكن تكون المنظمة عطية لتعليمات وضوابط مقدرش اخليفها وقد يكون الضوابت اللي موجود عليها داخل المنظمة هي السبب في عدم إنجاز للأهداف بتحصل؟ بتحصل يعني فيه موظفين جدا ممكن يكون يأتي لهم فرص بتحقيق مزائجة بيهة عالية جدا للمنظمة اللي هم بيشتغلوا فيها ولكن الضوابت والتعليمات والروتين اللي موجود داخل المنظمة دوت قد يمنعهم من هذا الإنجاز علشان ما يخلفوش القانون وثقافة العمليات دي بتكون لي مرتبطة شوية بالثقافة البروكراطية أنا قلت لحضراتكم ثقافة البروكراطية عبارة عن إيه؟ قواعد وتعليمات وضوابط وتحكم وسيطرة من كبل الرؤساء على المرؤوسين روتين شديد جدا فيه العام فالثقافة البروكراطية الموظف خاذ جدا أن يخالف أي خطوة من خطوات العمل لأنه ما يلتزمش بكواعد وتعليمات العمل بشكل دقيق جدا دوت ممكن يؤدي به إلى العقاب ممكن يتعاكب يتعاكب من الترقية يتعاكب بالمكافأة يتعاكب بالفصل من المنظمة وبالتالي الموظف بيكون حرص على مصلحة الشخصية بشكل كبير وبالتالي ما بيقدرش يغامر اللي هو يتخذ أي قرار فيه مخالفة للمنظمة ليت نفس كلام ثقافة العمليات ثقافة العمليات هي ثقافة تهتم جدا بالضقة في العمل تهتم جدا بمزل المجهود الكبير جدا من قبل الموظفين تهتم جدا بالتزام الموظفين بالقواعد والتعليمات والأوامر اللي موجودة لهم داخل المنظمة مع أن ممكن دوت قد يؤدي إلى انخفاض إبداعية الموظفين في داخل المنظمة وبالتالي ما ممكن ما يقدرش حقاكوا الأهداف اللي هو ما عايزين وصلوا لها فديت ثقافة العمليات هاك فيه منظمات كده فيه منظمات كده جدا بتتبع هذه الثقافة حضرتك بتشتغل فيه منظمة معينة أهم شيء عند المدير اللي هو ييجي عندك على المكتب يلاقيك شغال يلاقيك منهمك فيه العمل دقيق جدا في عاملك ملتزم بالكواعد والتعليمات بشكل كبير جدا بتهتم بالتفاصيل بشكل كبير جدا مع أن في نهاية الشهر أو في نهاية اليوم محققتش الهدف اللي انت كنت مكلف به هل ده شيء إيجابي؟ لا ده شيء مش إيجابي اللي أنا اهتم بيه الموظف وهتم بأوقات دوام وهتم بيه دكوته في العمل دي في غاية الأهمية ولكن ما يكونش على حساب النتيجة اللي احنا عايزين نصل له اللي هي دية اللي احنا بنقول عليها ثقافة المهمة ثقافة المهمة ثقافة المهمة بشكل كبير لا تركز على التفاصيل بشكل كبير لا تركز على الالتزام الصارم بالضوابط داخل المنظمة ولكن كل ما يهم المنظمة هو إيه؟ إنجاز المهام المتعلقة بالموظفين ثقافة المهمة دي أكثر أصبحت الأكثر انتشاراً الوقت في المنظمات الخاصة والمنظمات الربحية ما ده ثقافة المهمة حضرتك مثلاً لما بتكون عندك منظمة معينة وممكن تأتي بمجموعة من الموظفين كمندبيب نابعات بتشتغل مع الموظف على حسب نتيجته في العمل بتقوله والله إنت حضرتك ليك دور أو مهمة محددة بتقوم بي أنا ما يهمنيش إنت بتقوم بمهمتك إزاي؟ ما يهمنيش اللي إنت بتقوم بيهمتك من الساعة كام للساعة كام أهم حاجة عندي النتيجة اللي إنت تتحققها في النهاج ده طبعاً عطيله حرية كاملة في العمل عطيله حرية في أوقات الدوام حرية في الإبداع اللي هو ممكن يبدع في عمله بشكل إيجابي أهم شيء عنده اللي هو ينجز العمل اللي هو مكلف به اشتغل في التقوية اللي هو عايزه ليه ثقافة إيه جماعة؟ ثقافة المهمة ثقافة المهمة بتركز على تحقيق الأهداف وإنجاز العمل وتهتم بالنتائج إنما ثقافة العملات بتهتم بالضقة وتهتم بالتفاصيل وبتهتم بالخطوات اللازمة بالعمل والضوابط والتعليمات ولا تهتم بالنتائج دي ثقافة وده الثقافة فيه عنده ثقافة الدور ثقافة الدور اللي هو بتركز على دور كل موظف داخل المنظمة اللي هو التخصص تقسيم العمل زي ما قال أدم سمس أن يكون هناك تخصص وظيفي واضح لكل الموظفين داخل المنظمة كل شخص داخل المنظمة له دور بأم بي ومالوش أي علاقة بالشخص الآخر ثقافة الدور شوية مشابهة أيضا للثقافة البيروقراطية لها تهتم بالقواعد بتهتم بيئة الأنظمة إن كل شخص ليه دور محدد بأم بي ولها بتوفر الأمن الوظيفي لها الموظفين والاستمرارية في العمل والأداء بيكون ثابت ليه الأداء بيكون ثابت إن كل شخص داخل المنظمة له دور محدد بيقوم بي وبالتالي إحنا أخذنا كام نوع يا جماعة الوقتي أخذنا اتكلمنا عن بشكل عام في الثقافة البيروقراطية والثقافة الإبداعية كلمنا بعد كده عن ثقافة المهمة والثقافة العمليات والثقافة المسندة والثقافة الدور لو قلنا الثقافة المهمة ثقافة المهمة بيتميل شوية للثقافة الإبداعية ثقافة العمليات بتميل شوية للثقافة البروكراطية ثقافة الدور بتميل شوية للثقافة البروكراطية الثقافة المساندة بتميل شوية للثقافة الإبداعية يعني هي متوزعة كده عندنا ستة أنواع رئيسية من أنواع الثقافات التنظيمية اللي موجودة دم حضراته الثقافة البروكراطية اللي هو الالتزام والتحكم والسيطرة والالتزام بالقوانين والتعليمات والروتين داخل العمل ثقافة إبداعية في حرية أكبر للعاملين دخل المنظمة في عملية الإنجاز ثقافة العمليات التي تهتم بطريقة إنجاز العمل وليس بالنتائج وتهتم بالضقة وتهتم بالتفاصيل وبالتالي أنا أقول عشان كده هي أقرب للثقافة البيروكراطية في ثقافة المهمة التي تهتم بتحقيق الأهداف وإنجاز العمل أكثر من اهتمامها بالتفاصيل والضقة في العمل لتفاصيل الدقيقة في العمل أهم شيء عنده في ثقافة المهمة إن الشخص يكون به الإنجاز داخل المنظمة يكون به تحقيق الأهداف المتعلقة به بأي طريقة اللي بتناسب معاه وبالتالي بتشجع على الموظفين على الإبداع في العمل علشان كده بقول أن ثقافة المهمة بتمين إلى الثقافة هي ثقافة إبداعية بعد كده الثقافة المساندة لها قائمة على الانتماء وقائمة على العلاقات الإيجابية ما بين الزملاء وبعضهم وبين الرؤساء وبين المرقصين العمل على إجباع كافة احتاجات ورهبات الموظفين داخل المنظمة مساندة الموظفين في الأوقات الأزمات اللي بيمروا بهم حتى في حياتهم الشخصية ثقافة الضور هي ثقافة أيضاً تعتبر جزء من الثقافة البيروكراطية لأنها بتهتم بها التخص الوظيفة الدقيق والاهتمام بالقواعد والأنظمة اللي بتحكم العمل داخل المنظمة دي أنواع الثقافة التنظيمية بشكل عام فيه تأسيم تاني للثقافة ممكن نقول اللي هو مستويات الثقافة بشكل متدرج مستويات الثقافة اللي احنا من خلالها بنأتي إلى الثقافة التنظيمية أي منظمة يا جماعة داخل المجتمع بيكون فيها عن ثلاث مستويات للثقافة وإحنا كنا بنتكلم من شواء كنا بنقول إيه؟ إن الثقافة بتكون فيها عندي ثقافة عامة وثقافة إيه؟ خاصة ثقافة خاصة خاصة بالمنظمة نفسها وثقافة عامة اللي هي الثقافة اللي بتحكم المجتمع بالكامل وأنا جزء من المجتمع وبالتالي أنا بتحكم وفقاً الثقافة العامة اللي موجودة في المجتمع اللي أنا بعيش فيه فأي منظمة لها جزء من الثقافة أو التجان فيه ثقافة عامة وفيه ثقافة إيه؟ خاصة لما بنتكلم على أي منظمة داخل المملكة العربية السعودية فيه عند مستويات للثقافة فيه عند ثقافة المجتمع بالكامل اللي هي ثقافة المملكة العربية السعودية دي ثقافة عامة بتحكم كل الناس اللي موجودين على أراضي المملكة دي ثقافة الإيه؟ المجتمع تجاهات المجتمع، القيم، العادات، الأفكار، القوانين اللي بتحكم المجتمع بتحكم كل الناس اللي بتعيش على أرض المملكة دي ثقافة الإيه؟ المجتمع كل من يعيش داخل المملكة العربية السعودية لابد أن يهتم بثقافة زي البلد ولابد أن يحتنم ثقافة زي البلد وبالتالي دي أنا بتكلم بقول إيه؟ ثقافة المجتمع فيه بعد كده اللي هو ثقافة الصناعة أو ثقافة النشاط زي ما حضراتكم عارفين يا جماعة المملكة العربية السعودية فيها العديد من الأنشطة الخاصة سواء كانت الأنشطة حكومية أو أنشطة خاصة في كل نشاط أو في كل صناعة ليه ثقافة محددة وليكن صناعة الأغزين وتجارة الأغزين فيه ثقافة معينة بتحكم هذا النشاط المقاولات والتشهيد والبناء لثقافة أكيد بتحكم هذه الصناعة بالكامل بتكون ثقافة وأعرف متعرف عليها ما بين المنتميين لهذه الصناعة فيه صناعة التعليم اللي هو كطاع التعليم داخل المملكة العربية السعودية فيه ثقافة معينة بتحكم نظام التعليم داخل المملكة العربية السعودية فيه كطاع الصحة فيه ثقافة معينة بتحكم كطاع الصحة لموجود داخل المملكة العربية السعودية وبالتالي ده أنا بقولي عليه ثقافة الصناعة يعني فيه ثقافة المجتمع فيه ثقافة الصناعة بعد كده بنقول عليها ثقافة المنظمة أو الثقافة الفرعية ثقافة المنظمة نفسها ثقافة المنظمة استمدت ثقافتها منين؟ من ثقافة الصناعة اللي بتنتمي لها أنا كجامعة الدمام استقيد ثقافة جامعة الدمام منين؟ من ثقافة التعليم العالي داخل المملكة العربية السعودية أكيد التعليم العالي داخل المملكة العربية السعودية فيه ثقافة معينة بتميزه عن باقي القطاعات الأخرى داخل المملكة وبالتالي باستقي ثقافاتي ثقافتي الخاصة بجامعة الدمام من الثقافة المتعلقة بالتعليم العالي داخل المملكة العربية السعودية والجماعات الأخرى فيه ثقافة كده اللي هي مظلة كبيرة اللي هي بتحكم الجماعات الخاصة بالمملكة العربية السعودية كلها وبالتالي لازم ألتزم بها زي الثقافة بالإضافة أن ثقافة التعليم العالي بشكل عام هي مستقاة أيضا من ثقافة المجتمع بالكامل لثقافة المملكة العربية السعودية ديت مستويات ثقافة المجتمع بعد ذلك ثقافة النشاط ثقافة الصناعة ثقافة المنظمة ثقافة المنظمة مثلا لا يكون جامعة الدمام هي الثقافة التي تميزها أو الهوية التي تميزها عن باقي الجامعات الأخرى داخل المملكة العربية السعودية تعدي ثقافة تنظيمية خاصة بجامعة الدمام для واحد وكمان إيه ده جامعة الدمام منقصمة إلى مجموعة من الكليات ممكن كل كلية قد يكون لها ثقافة مختلفة عن ثقافة الكليات الأخرى هوية مختلفة بتميزة عن باقي الكليات الأخرى في جامعة الدمام إحنا كلية دراسات بكية وخدمة المجتمع عندنا ثقافة ثقافة في التدريد ثقافة في المقرارات العلمية اللي إحنا بندرسها للطلبة للطلاب والطالبات داخل الكلية في ثقافة بتميزنا عن باقي الثقافات داخل الكليات داخل جامعة الدمام بداخل كليات دراسات التدريد وخدمة المجتمع في أقسام علمية في قسم المحاسبة قسم إدارة الأعمال قسم نظم المعلومات الإدارية ممكن يكون كل قسم الثقافة بتميزه عن باقي الأقسام وبالتالي دي تلاقي الثقافة الفرعية أو مستويات الثقافة كل ثقافة بتكون محكومة بالثقافة اللي قبلها يعني أنا قسم إدارة الأعمال محكوم بثقافة كلية الدراسات التطبقية وخدمة المجتمع بالكامل كلية الدراسات التطبقية وخدمة المجتمع بالكامل محكومة بثقافة جامعة الدمام جامعة الدمام محكومة بثقافة وزارة التعليم بالكامل في ثقافة خاصة بالمجتمع وزارة التعليم محكومة بثقافة ثقافة المجتمع بالكامل اللي هو ثقافة المملكة العربية السعودية فمنقسم الثقافة وفقا لدرجة ثقافة المجتمع ثقافة الصناعة بعد كده ايه يا جماعة الثقافة الفرعية فيه برضو ممكن نقسم الثقافة دي تقسيمات مختلفة للثقافة ممكن نقسم الثقافة إلى ثقافة قوية وثقافة ضعيفة ثقافة قوية وثقافة ضعيفة لما بنتكلم على ثقافة قوية بتشترط حكتين ان يكون فيه توافق عليها النقطة التانية ان يكون فيه الاتزام علي بيها دي تثقافة قوية ما فيه منظمة ممكن تلاقي حضراتكو الثقافة او الهوية بتاعتها هوية قوية جدا قوية جدا لازاي ان كل الافراد اللي موجودين داخل المنظمة مقتنعين بيه ومتوافقين حوله وكلهم عارفين ان الثقافة هذه الثقافة ثقافة ايجابية فدرجة التوافق بيها درجة عالية درجة عالية من التوافق وفي نفس الوقت في التزام عالي بهذه الثقافة وبالتالي نقدر نقول على هذه الثقافة ايه ثقافة قوية هذه الثقافة القوية بلا تأثير بالغ الأمية على المنظمة فعلا هذه الثقافة هي التي تجد انتاجية المنظفين فعلا هي اللي بتحقق الاستقرار الوظيفي فعلا هي اللي بتحدد ما يقوله العاملين داخل المنظمة ما يفعله او ما لا يفعلونه لما بيكون فيه توافق بين العاملين داخل المنظمة بالكامل حول ثقافة معينة متفقين عليها وفي نفس الوقت فيه التزام من قبل كافة العاملين داخل المنظمة بها ذي الثقافة وبالتالي نقول عليها ثقافة قوية ثقافة مؤثرة انما الثقافة الضعيفة ممكن ما يكونش فيها عدم اتفاق ما فيه يكونش فيها حولها عدم اتفاق يعني كل الناس اللي بتشتغل داخل المنظمة مش متفقين عليه فيه ناس مؤمنة بها ذي الثقافة وفيه ناس ثانية مش مؤمنة بيه مش دي بيؤدي إلى ضعف الثقافة بيؤدي إلى ضعف الثقافة او ممكن يكون فيه عدم التزام من قبل العاملين داخل المنظمة بها ذي الثقافة هي احتها هوية للمنظمة بتحكمنا ولكن احنا مش ملتزمين بهذا كلام على ورق يبقى الثقافة ايه ثقافة ضعيفة فالثقافة الضعيفة UMitäten متدخل حولها عدم اتفاق أو عدم التزام يعني لما أجيب لكم في الاختبار كده وأقول لحضركم في الاختبار أي ثقافة تنظيمية متفق عليها من قبل العاملين فهي ثقافة قوية صح ولا غلط أي ثقافة متفق عليها من قبل العاملين داخل منظمة فهي ثقافة قوية طبعا إجابة غلط مش أي ثقافة لأن شروط الثقافة القوية إنه يكون فيه توافق ويكون فيه التزام ماهنا ممكن يكون متوافقين إن فعلا هذه الثقافة إيجابية وثقافة رائعة جدا وليكن ثقافة الجودة ثقافة الإبداعية ثقافة البروكراطية ثقافة الضغر ثقافة المهم بس إحنا مش ملتزمين بيه كون اللي إحنا مش ملتزمين بيها تبقى ثقافة ضعيفة تبقى ثقافة غير مؤثرة على أعمال المنظمة إنما الثقافة القوية هي الثقافة اللي بيكون فيها شرطين شرط الأول إن فيه اتفاق ما بين كافة العاملين داخل المنظمة بها الشرط التاني إن يكون فيه التزام بكافة العاملين داخل المنظمة بهذه الثقافة وبالتالي أنا قدر أقول عليها ثقافة قوي بعد كده آخر موقتة نتكلم فيه عن تغيير الثقافة تغيير الثقافة إحنا وإحنا بنتكلم يا جماعة من شوية كأننا بنقول إن الثقافة متطورة يعني متطورة اللي إحنا ممكن نطورها ممكن نغيرها إزاي نغير الثقافة التنظيمين في عندي مدخلين رئيسين لتغيير الثقافة التنظيمين ممكن أغير الثقافة من القمة إلى القعدة وممكن أغير الثقافة من القعدة إلى القمة يعني من فوق لتحت أو من تحت الفوق هناخد المدخل الأول هو مدخل التغيير من القمة إلى القعدة طبعا من القمة إلى القعدة يعني إيه إن التغيير يأتي من القادة او من المدراء او من المدير داخل المنظمة الكادة المؤسسة يعني التغيير يأتي من فوق لتحت يعني مثلا حضرتك بتشتغل في مجال معين او مدير ممتاز في مجال معين وحضرتك لك فكر معين وثقافة معينة وهي الثقافة فعلا ناجح وعلشان حضرتك انت ناجح في ادارة المنظمة معينة احنا استعاننا بك في ادارة منظمة اخرى تم نقلك لمنظمة اكبر قلنا لحضرتك علشان انت عندك خبرة عندك قدرة على الادارة بشكل رائع عندك ثقافة ايجابية جدا ممكن تفرضها على الموظفين فاحنا عايزين حضرتك تكنيق لمنظمة اخرى اكبر علشان تديرها بشكل فعال فانت طبعا اول ما دخلت المنظمة فالثقافة مش عاجبك فانت عايز تغير او عايز تطور تعمل ايه اللي انت قدامك طريقتين اللي انت تغير من الكمة الى القعدة يعني ايه من الكمة للقعدة يعني اللي انت تمارس سلطتك على الموظفين اللي انت تفرض ثقافة معينة على الموظفين او اوامر وتعليمات وقوين ولوائح على الموظفين الكل مرتزم بها غصبا عنه دخل المنظمة انت كده مارست ايه سلطتك اللي هو التغيير من فوق لتحت يعني تغيير قائم على استخدام السلطة في عملية التغيير اللي هو قائم ممكن على التهديد لو حضرتك مش مقتنع بالثقافة اللي انا عايز اغيرها حضرتك اهلا وسهلا احصلك من منظمة او هنحرمك من الترقية او هنعجبك بنخفض المكافئات والحوافز انت هنا بتعمل ايه بتحاول تغير داخل المنظمة بس تغيير قائم على السلطة طبعا الميزة الرئيسية في هذا التغيير انه سريع حضرتك في دماغه في زينك ثقافة معينة وليكن ثقافة متعلقة بالجودة ثقافة معينة خاصة بالتكلفة الخاصة بالانتاج ثقافة متعلقة خاصة بالتكنولوجيا المستخدمة داخل المنظمة ثقافة متعلقة بالتغيرات في العيكة للتنظيمة داخل المنظمة ثقافة متعينة في كيفية اتخاذ القرارات داخل المنظمة في العلاقات الوظيفية بين الزملاء وبين الرؤساء والمرؤوسين في الزهنة الثقافة معينة عايز تغيرها ممكن تغير عن طريق تعميمات حضرتك تقعد وتكتب تعميم هذا التعميم يوزع على كل الموظفين داخل المنظمة وكل الموظفين مجبرين على تنفيذه ده طبعا في ميزة ايه الميزة اللي موجودة فيه السرعة اللي ما فيش مناقشة طبعا المناقشة والمشاركة ممكن تاخد وقت طويل واللي انت تقنع الموظفين كل هزي الامور ممكن تخد وقت طويل جدا انما انت عايز تغير وتغير بسرعة التغير بسرعة يتطلب استخدام السلطة ولكن في عيب خطير العيب الخطير اللي يبقى موجود هنا اللي هو ممكن ما يكونش فيه اقتناع من قبل الموظفين بهذه الثقافة هم هينفزوا اي نعم وهينفزوا الثقافة لحضرتك عايز تفرض عليهم خوفا منك ولكن ما عندهمش اقتناع تم بيه هل دي تعدى ثقافة قوية تعدى ثقافة ضعيفة وبالتالي لو ثقافة ضعيفة مش ممكن تتغير بسهولة او ممكن ما تستمرش طويلا معنى كده طالما ان ما فيش اقتناع حولها معنى كده ان الثقافة ممكن ما تستمرش لفترة زمنية طويلة انما التغيير من القمة الى القعدة يعني ايه من القمة الى القعدة ان لانا بتتمع كمدير مع المرؤوسين باخد اراءهم بشاركهم في اتخاذ القرارات وبنحاول نغير مع بعض لثقافة معينة تتوافق معنا كلنا لتعدى ثقافة ايه اقوى لانها قائمة على المشاركة اللي انا اتخذت كل رأي الموظفين فيها او عملتنهم استبيان وحققتنهم فعلا رغباتهم واهدفهم فانا عملت هنا ايه يا جماعة عملت او غيرت الثقافة كلنا متوافقين عليه طالما كلنا متوافقين عليها شوية هتكون اقوى ولما تكون اقوى هتستمر للفترة زمنية طويلة دي اتميزة ولكن العيد في الثقافة او التغيير من القعدة الى القمة اللي هو ايه اللي هو ممكن ياخد فترة طويلة ولكنها من الميزة اللي هي ممكن تعيش طويلة مثال حضرتك ممكن تكون بتشتغل في منظمة معينة وهذا جالكم مدير جديد المدير الجديد دوت ممكن يمارس الاتجاهين عنده ثقافة معينة ممكن دخل عليكم المنظمة وعمل تغيير جزري داخل المنظمة نتيجة ثقافة الجديدة ممكن هذه التغيرات حضرتكم مش مقتنعين بها انتم كموظفين نهائية انتم مقبرين على تنفذها لانه واستخدم سلطته فانتم مقبرين فانتم بتنفذوا ولكن هل هذه الثقافة تستمر طويلا؟ مش هتستمره طويلا؟ ليه لانتمش مقتنعين به هل هذا المدير هيفضل مدى الحياة المدير لهذه المنظمة؟ ممكن في اي فترة يمشي او يروح لمنظمة اخرى لو تغير هذا المدير او استقال او زهب او راح في اي مكان معين معنى كده ان المنظمة مش هتستمر الثقافة مش هتستمر وراه اي مدير اخر عندما يأتها يغير الثقافة يغير كل شيء وبالتالي دي عيوب كبيرة جدا انما لما تكون الثقافة فقط توافق يعني تخيل ان المدير دوت جاء اخذ رأيك وعملته كل شيء بقتناعه وغيرته بشكل فيه توافق جدا ما بين العاملين داخل المنظمة معنى كده ان هذه الثقافة قابلة للاستمرار لفترة زمينها طويل حتى لو المدير دوت مش هتغير وقال لكم مدير جديد ممكن انك الثقافة تستمر مع المدير الجديد كما وديت على فكرة المشكلة اللي بتعاني منها معظم في بعض الدول شوية القطاعات الحكومية ممكن تعاني من هذه القضية في مثلا في احد دقوة مثلا عندنا في مصر في وزير معين هذا الوزير قد يكون ايجابي جدا ويكون نشيط جدا فبيعمل تغيرات داخل الوزارة بتاعته تغيرات ولكن تم التغيرات اللي هو عارف ان هذه التغيرات فعلا للموظفين عايزينها او عارفين فعلا العاملين داخل الوزارة وكافة القطاع فعلا بيرغف هذه التعديلات وبالتالي هذا التغيير استمر الفترة زمينة طويل انما ممكن يأتي شخص معين يمسك وزير او مكانة معينة داخل الدولة وممكن فرض ثقافته الشخصية هو بدون اخذ اراء الناس اللي حواليه الناس ايضا يتنفذ بس بعد تغيير الوزير ممكن كل شيء يتغير لديت على مستوى الدولة نفس الكلام على مستوى المنظمة الثقافة يهمنا ان هوية المنظمة تكون ثبتة تكون مستمرة ثبات المنظمة واستقرارها او ثبات الثقافة واستمرارها دوت لابد لن يتأتى الا من خلال مشاركة العاملين في تغيير هذه الثقافة فكل مدخل لمزاياه وعيوبه اللي هو التغيير من القمة للقعدة دوت قائم على استخدام السلطة نستوى اللي انا مكون محتاج التغيير بشكل سريع التغيير بشكل سريع اللي انا مارس سلطتي ودهش ايجابة انما عيبه الخطير ان هو ممكن ما يستمرش لفترة طويلة لان ممكن يكون المنظفين مش مقتنعين بهذا التغيير انما التغيير من القعدة الى القمة اللي هو قائم على مشاركة العاملين في اتخاذ القرار اللي انا اجمع معلومات منهم اللي انا اضمن تأييدهم لهذا التغيير وبالتالي اضمن ان الثقافة هتستمر في فترة زمنية طويلة ولكن يعيب هذا المدخل ان هو ممكن ياخد فترة زمنية طويلة دوتا اللي احنا قلناه الميزة والعيب فيه نؤكد لازم نؤكد على حكتين اللي احنا ممكن نجمع ما بين المدخلين يعني اللي احنا ممكن نعمل تغيير من الكمة للقعدة وفي نفس الوقت تغيير من القعدة للكمة ازاي؟ يعني انا كمدير ممكن استخدم كل التغييرات اللي انا عايز اعملها دخل المنظمة من القعدة من الكمة الى القعدة؟ لا طبعا ممكن اعايز اغير فيه مسألة خاصة بالجودة المنتج اللي موجود عندي ثقافة احنا مهتمين بيئة جودة لنا ثقافة خاصة بيه جودة المنتج اللي احنا بنتبه فعايز اغير ممكن اجتمع مع كل المدرين المهتمين بمسألة هزيق الجودة واخد افكارهم واخد اراءهم واجمع معلومات منهم وبنتخذ قرار مشترك فيما يتعلق بالتغيير يبقى دوة التغيير ايه؟ من القمة للقعدة؟ ولا من القعدة للقمة؟ لا دوة تغيير مشترك من القعدة الى القمة جمعت معلومات من الناس وبناء على المعلومات اللي انا جمعتها اتخذنا القرار سويا بعملية التغيير بدوت ايه جماعة؟ تغيير من القعدة الى القمة في نفس الوقت عايز اغير اي شيء تاني وليكن تغيير بسياسة التعيين المتابعة دخل المنظمة او باستقطاب العاملين ممكن هذا التغيير افرض عليه سيطرت ان لما يتم التغيير من القمة الى القعدة يبقى فيه تعميم ووزع لكل العاملين ويتبقى التنفيذ فورا يعني مش لازم التغيير من القعدة الى القمة او من القمة الى القعدة لازم استخدم احد المدخلين لانا ممكن استخدم المدخلين مع بعض بس كل مدخل فيه وظيفة معينة او ممكن اجمع ما بين المدخلين في حاجة واحدة ازاي؟ انا عايز اغير مستوى الجودة اندخل المنظمة ان انا بجمع المعلومات واعمل اجتماعات مع الموظفين داخل المنظمة وبجمع منهم كافة المعلومات وبتعرف على اراءهم وبعرف كل اراءهم اللى موجودة خاصة بهذا الموضوع وبعد ما بجمع البيانات والمعلومات هما ما شاركنيش في اتخاذ القرار ما عملناش تصويت يعني من يتخص القرار في النهاية؟ انا وبالتالي اللى انا اعمل ايه؟ اللى انا اشوفه مناسب في التغيير انفزه وفقا للمعلومات اللى انا جمعته كده انا اعتبر جمعت ما بين المدخلين دي عملية التغيير الثقافة طبعا احنا بكده يا جماعة نكون انهينا المحاضرة بتاعتنا النهاردة خلصنا كده الثقافة التنظيمية تبكى لنا التغيير التنظيم ان شاء الله في المحاضرة القادمة وفي موضوعات تانية هناخدها ان شاء الله في المحاضرات نتكلم على الولاء التنظيمي والدعم التنظيم في نهاية محاضرتنا النهاردة نتمنى يكون الموضوع سهل بالنسبة لحضراتكم ونراكم على خير في المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته